دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمسم والحوار بلا جدال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد إخوتي وأخواتي مشاهدي قناة الصحة والجمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي كل نفس من أنفاس شهر الرمضان الفضيل بنقول لحضراتكم كل سنة طيبين كل عام وأنتم بخير وخير ما ندعو أو يدعو بعضنا لبعض هذه الدعوة العظيمة جدا تقبل الله منا ومنكم نحن مقبلين على ساعة الإفطار وفيها ساعة الإجابة لا تنسوا المرضى والضعفاء والمساكين وأصحاب الأزمات والمهمومين والمقربين وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين ولا تنسوا أن ينجي الله بلادنا من كل مكروه وسوء إنه ولي ذلك والقادر عليه بتحلى اللقاءات في رمضان اللي بيبقى لها مزاق خاص لأن القلوب مخففة والأرواح طائرة ومحلقة في أجواء الإيمان وإحنا دايما ندعو بدعاء القرآن اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرّ إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم آمين يمكن الموضوع اللي عايز أتكلم فيه في الوقت ده ليس جديدا لكن هو متجدد نحتاجه في كل وقت حينما نرى من الناس قسوة وعنف وشدة وغلزة وتنافر وزعل وما فيش حد مستحمل حد محتاجين لرجع لمصدر الرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كله هتلاقي الآية دي بتبين وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة هدف إرساله للدنيا للكون كله قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ للعالمين تبقى مسئولية إن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يكونوا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى رحماء بينهم بينهم بعض في رحمة في تآلف في مودة في اقتراب في غفران في عفو في سماحة في كلمة طيبة إلى آخر ما تشيعه أو تشيعه كلمة الرحمة في العالمين هم مسئولين عن العالم المسلمين مسئولين أن يشيعوا الرحمة في العالم وأن يبينوا للناس أن هذا هو محمد نبي الرحمة الذي قال عن نفسه إنما أنا رحمة مهداء وقبل ذلك بنفتتح قرآن الكريم بالبسملة وأول اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وفيهما صفتان من صفاته بسم الله الرحمن الرحيم أظهر وأوضح تجليات رحمة الله سبحانه وتعالى على الإنسانية تمثلت في محمد نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام ولما بنتكلم عن مش عايز أقول جانب الرحمة النبي كله رحمة يعني ما بحبش كلمة جانب الرحمة في محمد صلى الله عليه وسلم جانب العظمة جانب التواضع مفيش حاجة اسمها جانب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا خلقوا كده وإنك على خلق خلق عظيم كل خلق في النبي مكتمل مفيش خلق على حساب خلق يعني هنا متواضع وهناك غضوب وهنا حليم وهناك شديد لا في توازن في صفات النبي صلى الله عليه وسلم والله عايز يستمتع بكتاب جميل وقديم في هذا بيتكلم عن توازن هذه الصفات وتكاملها واكتمالها في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ كتب كتير لكن من الكتب المحببة إلى قبل القلب عبقرية محمد للكاتب عباس محمود العقاد رحمة الله عليه فلما بقول بسم الله الرحمن الرحيم أجلى وأوضح تجليات الرحمة في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مش بقول لك ولا بقول لحضرتك الكلام ده عشان نصلي على النبي بس النبي ما غابش عننا ولا احنا بنغيب عنه لأنه معانا بنلقي عليه السلام في كل صلاة سواء فريضة أو نافلة في التحيات بنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مش كده ده اللي بنقوله في الصلاوات فالنبي يا أمامنا نلقي عليه السلام ونسلم عليه وعلى عباد الله الصالحين ونسلم على أنفسنا تحية من عند الله مباركة طيبة في كل الأوقات لكن الفكرة نحنا نجدد التعايش مع شخصية النبي عليه الصلاة والسلام ومع صفاته وأجلاها الرحمة ليه ليه أنا اخترت الرحمة لأنها حسس إنها صفة ترجعت في حياة الناس شوية محتاجين نجدد هذه الصفة بيننا نشوفها في التعامل نشوف نرجع زي ما بقوله الزمن الجميل زمن الطيبة مودة والرحمة والتآلف والسماحة والغفران إنما ما نبقاش وقعدين لبعض على الوحدة وروحنا في مناخرنا ومش طيقين وده شيء غريب جدا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المجتمع العربي والمصري بوجه خاص لأنه مجتمع بطبعه متسامح ومتراحم ومتعاون لما نشوفه أي حد في الطريق واقع ولا يحصل له أي حاجة تلاقي تلقائيا دي صفات موجودة جينات موجودة فينا الناس تجري عليه لا يعرفه ولا قريب ولا أي حاجة ما حدش بقوله أنا مال كله يجري يحاول ينقذ هذا عايزين هذه الصفات ترجع تاني بشكل قوي يعني نتمثل بها أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنقول مثلا الرحمة بين النبي وأقاربه قد كان ذلك الرحمة بين النبي وجيراني قد كان ذلك لكن الرحمة بين النبي وأعدائه بل بالعكس الرحمة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي اعتدوا عليه وآزوه ورفضوا دعوته وفي إيده إنه في لحظة ينتقم منهم بحق بالاعتداء ده ده يحصل من النبي آه حصل تعالوا نشوف الرواية دي احنا سمعنا الكلام ده كتير بس عايزين نجدد في هذه الساعات الجميلة الرطبة المبهجة وإحنا مقبلين على ساعة الإفطار نعايش هذه الروايات مرة أخرى نخرج النص من الورق ومن الكتب إلى واقع الحياة إلى مشاعرنا لإني لن تجد في الوجود قلبا أرق ولا أحن من قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو مش بقول كده عشان نصلي ونسلم عليه بس دي حقيقة السيرة كلها من الآلف للياء بتبين هذا وبتقول لك أنه كان قرآنا يمشي على الأرض يعني إيه قرآن يعني الرحمة كلها لأن ربنا قال لنا إيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون العلماء قالوا رحمة الله قل بفضل الله فضل الله القرآن ورحمته الإسلام وبعضهم عكس بعضهم قال فضل الله الإسلام ورحمته القرآن فالقرآن نزل على قلب النبي كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فهو قلب ثابت على الرحمة لا يغيره موقف عن المواقف ولا ينفعل فيترك الرحمة إلى العنف أبدا صلوات الله وسلامه عليه تعالوا شوفوا الرواية دي والمشهد ده في حوار دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها الصديق أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي شوفوا الحوار بتقوله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد حوارات النبي مع السيدة عائشة عايزة تتاخذ لوحدها كده وها موجودة طبعا منثورة في أحاديث النبي الصحاح في الكتب الستة وغيرها لكن تشعر بشخصية السيدة عائشة في حوارها مع النبي ونوع الأسئلة اللي بتبادر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدى مع زوجها وحبيبها وحبيبنا وسيد الخلق وحبيب الحق الرحمة المهدى بتقوله طبعا كانت من أعظم الابتلاءات ابتلاء النبي في غزوة أحد لأنه جرح فيها ودخل حديد المغفر فيه وجنتي أشياء الشريفتي وكسرت ربعياته يعني جرح النبي صلى الله عليه وسلم جرح شديد وأشيع أنه قتل في هذه المعركة صلى الله عليه وسلامه عليه فده كان أشد يوم أوذية فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواقع وفي تصور الصحابة فعشان كده السيدة عائشة ضربت به مثل بتقوله يا رسول الله هو في يوم جاء عليك من الشدة بتليد فيه وأوذيت فيه واهتممت فيه كنت مهموم فيه أكتر وأشد من يوم أحد سؤال يدل فيه بين السطور كده على مدى حتى اهتمام السيدة عائشة بحبيبها وزوجها وسيدها ونبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها تريد أن أن تخفف عنه يعني فيه حاجة حتى حصلت قبل كده زعلتك يعني تحاول أن تفرغ ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في قلبه شيء من الهموم دي الزوجة الصالحة ومن كعائشة رضي الله تعالى عنها تقول له فيه يوم مر عليك أشد من يوم أحد اسمعوا ما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال لقد لقيت من قومك ما لقيت شفت منهم كتير وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي يعني أخذت أن أدعو عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني لم يستجب لهذا العرض أن يمنعني لأن أدعو إلى الله سبحانه وتعالى بيقول لما حصل كده لم يجبني إلى ما أردت مشيت فانطلقت وأنا شوفوا الجملة دي بتوجع قلبي قوي لأن بشوف فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا القلب الحنون هذا القلب الرقيق هذا القلب الذي يحب الخير للناس أجمعين يتعمل فيه كده لكن حصل بيقول لما لم يجبني إلى دعوتي فانطلقت وأنا مهموم على وجهه ماشي زعلان ماشي مهموم يا حبيبي يا رسول الله وانطلقت وأنا مهموم على وجهي ويبدو أن النبي قعد في مكان وأخذته يعني سنة من النوم أو غفوة يعني نام وهو مهموم عليه الصلاة شوفوا حالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي بينام زعلان ده بيبقى صعب قوي فالنبي قاعد في الطريق ماشي مهموم أنه لم يجيبه هذا الرجل لدعوته ودي كان أهم ما يشغل بال النبي صلى الله عليه وسلم مش مهم يتعب في جسده مش مهم رجليه تتفطر من القيام مش مهم يمرض يتعب المهم الناس تؤمن بالله المهم الناس تزوق حلوة الحق ده كان هم النبي لآخر لحظة حتى كاد أن يقتل نفسه من الأم والقرآن صرح بهذا في أوائل سورة الكهف فلعلك قاتل نفسك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف الله يخفف عنك إن عليك إلا البلاغ لكن النبي بيحب الناس النبي بيحب الخلق النبي رحمة مهداء النبي عايز الناس كلها تبقى في الجنة النبي النسبة تتفلت منه كالفراش يحوم حول النار ويأخذ بحجوزهم حتى لا يقعوا في النار طب ما النبي ما يبلغ وخلاص إن عليك كما قال الله له لكن النبي الذي ذاق الحق يريد أن يشعر الناس بهذا المذاق إن الناس تبقى حواليه في الجنة صلى الله عليه وسلم يريد أن يتحقق الناس من قول الله تعالى ما يفعل الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ربنا لا يريد أن يعذب أحدا ولا النبي عايز أحد من أمته يعني ده يقوم الليل طويلا ويبكي بكاءا شديدا ويقول الآية دي على لسان سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ويرتلها رسول الله كثيرا ويكرر الآية هو يبكي حتى تضل لحيته وحتى تبتل الأرض ليه رسول الله ده أنت رسول وخلاص أنت أدت مهمتك إن عليك إلا البلاغ فيرسل الله سبحانه وتعالى ليتدارك دموع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرسل إليه جبريل ويقول له إن يا محمد إن الله سيرضيك في أمتك ولا يسوءك لأنه يحبك والله يحب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي سماهم ووصفهم بالخيرية كنتم خير أمة أخرجت للناس عشان كده ما ينفعش أمة النبي يبقى فيها شدة ويبقى فيها غلظة ويبقى فيها قسوة قلب أنا مش عارف إلي جرلنا ليه ما نرجعش تاني وأمامنا رسول كتلة رحمة هو كله رحمة صلى الله وسلامه عليه فبيقول انطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا حتى اسمه قرن الثعالب فوقت لقيت نفسي في وادي اسم قرن الثعالب وهو في حالته هذه علي الصلاة والسلام فانطلقت على وجهي وأنا مهموم فاستفقت ما أو ما أفقت إلا وأنا في قرن الثعالب حصل بقى المفاجأة دي بيقول النبي قاعده وفي الحالة دي مهموم كما علمتم بيقول فرفعت رأسي بص فوق كده في الأفق فإذا أنا بسحابة قد أظلتني سحابة الغمامة بتاعتها أظلت رأس النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فنظرت في السحابة دي سحابة عجيبة مش بس جاية تضلل علي فيها حاجة فنظرت في السحابة من جوه السحابة بقى دي من الذي أتت به أو أتى مع هذه السحابة أمين وحي السماء جبريل عليه السلام شوف السماء تتحرك لحزن النبي عليه الصلاة والسلام والاهتمام النبي تزعلش محمد ما يزعلش أبدا أبدا محمد عزيز على ربي حبيب إلى مولاه تبارك وتعالى بقول فرفعت رأسي فنظرت في السحابة فإذا فيها جبريل عليه السلام أنا بحب سيدنا جبريل الأول أنا بحب سيدنا جبريل الأول لأنه أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن شرفنا بأن كلفه بأن ينزل بهذا القرآن العظيم على قلب الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وإحنا من غير قرآن ولا حاجة إحنا بدون قرآن أمة صفرة على الشمال لا تسوي شيء لأن الحضارة كلها والمجد كله والرقة كلها والأخلاق كلها في المية واربعتاشر صورة دول من أول الفتحة لصورة الناس إحنا عايزين نعيش الإحساس ده عايزين نخرج بقى من حالة مش عايزة أقول الدرواشة لا حالة العبادة المحض إلى إن إحنا نبقى فينا من القرآن الذي يمشي على الناس في السماحة والعفو والعطاء والرقة وإلى آخره عشان الناس تشتدو فينا الإسلام الناس تقول فعلا فعلا دول مسلمين دول أتبعهم حبوا النبي في شخصنا عليه الصلاة والسلام بيقول فنظرت في السحابة فإذا فيها جبريل جبريل بيقول إيه بقى للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه السحابة إلى محمد الجالس في قرن السعالة بيقول له إن الله ربنا ما يرضهوش زعل النبي أبدا بيقول له إن الله جبريل بيقول للنبي إن الله سمع قول قومك لك زعلوك يا محمد ديؤوك مشيت وانت مهموم على وجهك أرسلني الله ليأقول لك إن الله أنت لا تغيب عن ربك ولا يعزب عن ربك من مثقال الذرة في السماوات ولا في الأرض سميع عليم سميع بصير رقيب سبحانه وتعالى رأى وسمع وعلم اللي حصل لك يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال ملك موكل بالجبال ليه بقى هذا الملك جاي ليه مع سيدنا جبريل يقول للنبي إيه النبي مهموم وزعلان بحق إن الناس عرض عليهم لا إله إلا الله وصدوه ورموه بالحجارة وآذوه عليه الصلاة والسلام ربنا سمع ورأى هذا المشهد وهو السميع العليم فأرسل جبريل وأرسل معه ملك الجبال يعمل إيه ملك الجبال جبريل بقول للنبي إن الله سمع قول قومك لك وردهم عليك وإنه قد أرسل معي ملك الجبال لتأمره شوفوا الجملة دي أرسل معي ملك الجبال ومكة كلها جبال لتأمره بما شئت فيهم ملك الجبال تحت أمرك رهنئ شرطك تقوله دمرهم في لحظة يسوي بهم الأرض طيب النبي لو هذا النبي المهموم هذا النبي الذي ما جاء للناس إلا ليرحمهم إلا ليخرجهم من الظلمات إلى النور وما يسألهم عليه من أجر لو أمر ملك الجبال وهو لسه رجليم تعوره عليه الصلاة والسلام ومجروح قلبا وكسرين بخطره عليه الصلاة والسلام وهو جابر الخواطر كلها عليه الصلاة والسلام لو قال له دمرهم يبقى النبي كده أخطأ حاشاه عليه الصلاة والسلام بل بحق لأنه هم اللي بدأوا بالأذى وهو والملك مرسل من الله عز وجل وبيقوله الملك ده رهنئ شرطك بالنصه بيقوله وقد بعث الله إليك إليك ملك الجبال لتأمره هياخد الأمر منك لتأمره باللي انت عايزه لتأمره بما شئت فيهم دي عند أي حد من البشر لحظة انتقام مواتية فرصة يشفي النبي غليل ولكن بنقول يا جماعة النبي مفيش خصومة بينه بين أي حد في الكون خالص العلاقة بين النبي وبين الناس علاقة رحمة والرسالة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بهذه الوظيفة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالنبي مش زعلان لنفسه خالص زعلان الناس لا تؤمن الناس لا تحب الحق الناس مشغولة بالدنيا منصرفة عن الدنيا الفانية الزائلة اللي بتتحول في لحظة إلى تراب إلى زوال وذكرة والله يرحمه والله يرحمه وانسينا هي دي الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من الناس شيئا ولا يريد أن ينتقم منهم فرصة لانتقامهم وكل دواعي التشفي من الناس اللي أزوه موجودة في اللحظة دي ومش حاجة منه يعني مش انفعالات خاصة بقى يفكر ينتقم بطريقته لا ملك مرسل من السماء ليكون تحت إشارة وتحت رهن إشارة النبي على الصلاة والسلام يعني معه الحق الكوني والشرعي الكامل في تصفية الحسابات بينهم وبين الذين أذوه من الكفار مش كده دي الصورة واتحتة هي ماذا قال النبي كيف كان تعامل النبي في لحظة التشفي اللي في إيده المواتية ملك وما أدراك ما الملك وما انتقام الملك قوة خارقة لا يعلمها إلا الله الذي خلقه سبحانه وتعالى طيب فقال له هذا ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه هنا تكلم ملك الجبال بقى ده جبريل بيقوله بيقدم ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو تحت أمرك لو عايزت تأمره بأي اي انتقام ينفذ على طول فناداه ملك الجبال فسلم عليه سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا محمد كله بيسلم على النبي وكله بيصلي ويسلم عليه ده ربنا اللي قال كده إن الله جل جلاله الذي أرسله وبعثه إن الله وملائكته صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم عليه الصلاة والسلام فسلم ملك الجبال على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا محمد الله اسم النبي منطوق على ألسنة الملائكة وألسنة هقول إيه الجمادات وعنشوف وألسنة المحبين حتى ألسنة أعدائه لكن اسم النبي منطوق باللسان الحق المبين سبحانه وتعالى في كلام الله عز وجل كم نسمع كلمة محمد عليه الصلاة والسلام فسلم ملك الجبال على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد فقال ذلك فيما شئ عرض نوع الانتقام لنت عايزه لكن هعرض عليك عرض في الانتقام لو انت عايزه انشئت أن أطبق عليهم الأخشبين أكبر جبالين في مك أطبق هم تحت الناس بتمشي بين الجبال ومكة كلها مكة محصورة ما بين الجبال وأكبر جبالينهم لو انت عايز ان الجبالين دول يحضنوا بعض ينضموا على بعض ولا يكون لهؤلاء المعاندين الكفار اللي فاكرين نفسهم يا ما هناك لا لن يكون لن تسمع لهم ركزة ولن يكون لهم أثر تحت أمرك اطبق عليهم الأخشب معي الأمر والله أمكنني من ذلك ليه بقول الرواية دي وإحنا سمعناها آلاف المرات عشان بتبين عظمة رحمة النبي ورقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم مش في وقت عادي في وقت النبي مأز فيه ومصدود عن دعوته فيه وماشي مهموم ونم مهموم واستفاق على هذا الأمر شوف النبي كان بيفكر في إيه لو كان النبي بيفكر لحد ما راح في النوم وفاء في الانتقام كان فرصة لما شاف جبريل في السحابة ومع ملك الجبال واتعرض عليه هذا العرض فيه عرض أكتر من كده يشفي غليله عليه الصلاة والسلام من هؤلاء القوم اللي هم تعبوب جد اللي أذوب جد اللي يعني ما سابوش حاجة سواء في مكة أو في المدينة إلا ما نال منهم النبي عليه الصلاة والسلام ما نال لكنه صبر امتسالا لأمر ربي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فكان هو سيدهم عليه الصلاة والسلام في الصبر والمواساة والتحمل بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه فقال له إيه قال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين خلاص كده انتهى العرض انظروا ماذا قال سيدكم ماذا قال حبيبكم ماذا قال أرق ما في العالمين من القلوب قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ودايما بركز على دي مش في لحظة عادية في لحظة انتوا شفتوا المشهد وأنا بحللوا معاكم يعني فرصة الانتقام كل دوافعها موجودة في اللحظة دي لكن شف رد النبي عليه الصلاة والسلام وانت بتصلي عليك ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك الحوار ده كله السيدة عائشة قاعدة بتسمعه الرواية جميلة أو السيدة عائشة جميلة أو يا أم المؤمنين أمنا ان تفتح علينا الفتح ده وتسأل السؤال ده والنبي يحكي لنا الرواية ده شف بركة آل أبي بكر بركة الصديقة رضي الله تعالى عنها سألت سؤال متعتنا هنا في الصحة والجمال وكل اللي بيسمعنا عملين نسمع النبي والرواية والحد ما نزل جبريل وملك الجبال معه كل ده بسؤال افتتحت به الحوار السيدة عائشة فسرد لها النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الشديد ما كانش أحد كان اليوم ده وكان الحادثة دي ليه بقول وكرر لأن كل دواعي التشفي والانتقام موجودة في اللحظة دي لكن كيف استغلها النبي كيف استعملها النبي صلى الله عليه وسلم والعرض من السماء قائم بالانتقام أن أطبق عليهم الأخشبين فالنبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجة عجيبة عجيب محمد عجيب هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال بل جملة لطيفة أوي وإحنا هنا أوي وسهلة أوي ومختصرة أوي ها ندمرهم يا محمد قال بل وبل دي للإضراب يعني لا 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 في اللغة أهل اللغة يعرفوا كده يعني لا أنا مش عايز ده لا أطباق الأخشبين انتقام منهم لا 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 مش عايز ده بل يضرب عن هذا العرض عن الكلام الذي قيل له مالوش علاقة بحالة الغضب والانتقام والهم هو زعلان منهم ده زعلان عليهم صلوات الله وسلامه عليه زعلان عليهم نفسه بيحبهم نفسه يؤمنوا بالله العزيز الحميد سبحانه وتعالى قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا لا إله إلا الله هو محمد هي دي تركيبة النبي عليه الصلاة والسلام عاجينة رحمة إذا صح هذا التعبير صلواته الله وسلامه عليه كتلة حنان عليه الصلاة والسلام ده مش وصف من عندي الرواية هي بتقول كده وحلل انتم معايا حد يعرض عليه هذا الانتقام كان ممكن يقول لا خلاص لا لا تعذبهم لا تنتقم منهم لا تطبق عليهم الأخشابين لا ده أنا لي هدف تاني ده أنا كل مهمتي كل زعى لي من عدم الإيمان كل اللي أنا شغلني أن أنقذهم من النار ومن عذاب الله سبحانه وتعالى هو ده هدفي بل أرجو مش قال مثلا أرجو أن يهديهم الله اللي أزوني دول شخصيا كل واحد بشخصه ما هي المعركة كانت لسه سخنة بينه وبينهم فيبقى نفسه يهتدوا لا بقول حتى لو دول ما اهتدوش أنا لي أمل أن زريتهم اللي يخلفوهم بعد هذا حتى لو بعد جيل أن يكونوا موحدين معقول هو في دعية بهذه السماحة يستنى على الناس ده الناس لو ما لو أنا عرفت دلوقت أنك أنت بتسمعني عرفت وصلني يعني وروح تقالب من علي وروح تتفرج على حاجة تانية أزعل والدايق عايز الناس تشوف النبي صلى الله عليه وسلم آذوه وقاتلوه وأدموا قدميه وإلى آخره وقول حتى لو هم ما أمنوش دول أرجو رجاء من الله سبحانه وتعالى أرجو أن يخرج الله من أصلابهم صلب الرجل يعني من زواج ومن ذرية قادمة من يعبد الله ولا يشرك به شيء دي فكرة استراتيجية الدعوة أو الدعية إن أنا أملي مش للحظة اللي أنا فيها لا أنا أملي أبعد من هذا بكثير إن جيل وراجيل يؤمن بالله سبحانه وتعالى حتى لو لم يؤمن الحاضرون بدعوتي فليؤمن من وراءهم ده الكلام ده يخفف على الدعاء اللي هم بيتعاملوا مع الناس كأنهم جلادين وكأنهم خصوم إما يؤمنوا وهم مسلمين اللي بيكلموهم محتاجين فقط تذكرة يا إما أن يؤمنوا يكون على الأجندة بتاعتك وعلى نفس طريقتك وإما الأحكام تطلق مش عايزة أوجع ألبك وإحنا ذاكينا على الفطار لكن هو ده النبي عليه الصلاة في لحظة الأزى ولحظة التعب ولحظة أن ينطلق على وجهه مهموما وينمزع لان ويفيقه في قرن الثعالب ويعرض عليه جبريل في السحابة ومعه الجبال فيعرض عليه ملك الجبال لانتقام وده على فكرة أشد من يوم أحد بكلام النبي على السلام في الرواية اليوم ده فشوفوا بقى يعني كيف أوزي فيه عليه الصلاة والسلام وصار غريبا وحيدا في هذا الوادي يجلس مش عارف إيه اللي هيحصل حتى تعرض عليه لحظة الانتقام فمعاني الرحمة كلها تفيض من قلب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لا أرجو أن يخرج شوفوا كلمة أرجو شوفوا جمالها ورئتها وحلوتها ده حتى كلمة أرجو دي مذكورة في روايات كثيرة شوف أدب النبي وزوءه ورئته يعني مثلا إذا يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما أقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها ده بيقول لنا أمة محمد والدعاء ده احنا بنكسل فيه بعد الأزان خلي بالكم لأنه ده طلب من النبي عليه الصلاة والسلام بيطلب منكم الدعاء النبي بيطلب من أمته اللي ربنا أخرجهم به صلى الله عليه وسلم كان سببا في ذلك من الظلمات الأنور بقولوا بأدعولي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا بعد الأزان بأدعولي سألوا الله هل هي الوسيلة وبعدين يبين يقول إيه فإنها درجة الجنة يعني لا تنبغي ما ياخدهاش إلا واحد بس لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله شوف كلمة أرجو بقى وأرجو أن أكون أنا هو إيه التوضع ده يا رسول الله ده أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ده أنت صاحب الشفاعة العظمى ده أنت وأنت 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 محمد رسول الله نقول فيك إيه يا رسول الله ومع ذلك لما يجي يصلوا بالدعاء يقول دي درجة في الجنة لا تنبغي إلا واحد بس لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو إيه الزوء ده وإيه الرئة دي وإيه الجمال ده وإيه العظمة دي من النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام شوف أديك وشفته ده أشد يوم كيف حول مسارات الانتقام إلى مسارات الرجاء والرحمة والطلب وانتظار الهداية حتى ولو تأتي من الناس في اللحظة الحالية إنما تأتي في الأيام القادمة ده بيقوي قلب الدعاء خليهم ما يبقوش منفعلين اللحظة إذا انصرف الناس عنهم هاي يقولك لما يجي لك حد مش لازم يجي لك يعني عشان بيسألك في الصلاة يمكن مبقاش بيصالوا لي يمكن ما كانش بيصوم يمكن بس جاي لك في مشكلك وعارف مشكلة عارف إن الشيخ ده أو رجل الدين ده أو العالم ده أو الدعية ده أو الخطيب ده بتاع ربنا فهو في وجدان الناس إنه مش هيلاقي راحته وإجابة مشكلته ولا تنفيذ همه إلا عند الراجل ده فلما يجي لك لازم تستعد لازم تغير طريقتك في الاستقبال ده جاي لك لحد عندك جاي لك بهمه ما تكلموش في صلاة ولا صوم ولا حاجة دلوقتي فرغ ما عنده من هم شوف اللي عنده إيه وطبطب عليه وخده وبعدين بعد كده بقى عرفوا إن الدين فيه الحلول كلها بمنتهى البساطة وما تشيلوش من الإسلام ما لا طاقة له به وهو لسه جديد ربنا قالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يبص الجبل أحد وجبل أحد ده ده ميزان في حياة أمة الإسلام قصة كبيرة يعني جبل أحد النبي يبصله كده قول له أحد جبل يحبنا ونحبه أحد ده إيه جبل يعني إيه جبل يعني تراب يعني رمل يعني زلط يعني حجارة يعني صخور إيه الموضوع ده الحب ده حتى مش معك مش ما بين كل الناس والناس يعني الحب ده حالة شعور خاصة لا تكون إلا باتصال خاص بين المحبين إنما تبقى بين نبي هو خير الخلق صلى الله عليه وسلم وبين جبل شوية رملة وحجارة طبعا النبي في حالة حب ورحمة وسلام ووقام مع الكون كله ده يمسك شوية حصة كما جاء في الحديث الصحيح ويتحول الحصة ده يتحول كف النبي سجاد الصلاة لهذا لهذا الحصة وكله بيسبح كل قد علم صلاته وتسبيحه ربنا سبحانه وتعالى قالك هذا وإن من شيء إلا يسبح بحمد فلنجرد النبي شال شوية الحصة في يدي فسبحت في يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام فميقول أحد جبل يحبنا ونحبه وفي رواية بنسمعها دايما في المدح والتمايل وابتاع لكن تبين رأفة ورحمة ورقة قلب هذا النبي عليه الصلاة والسلام معنا اتصال من فضيلة الشيخ محمد علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحبيب الغالي ورحمة الله وبركاته يا مرحبا دكتور مصطفى دكتور الغالي حبيبنا الغالي زيك فضيلة الشيخ كل عام وحضرتك طيب وحضرتك بخير الأسرة الكريمة وكل أحباب الطيبين الله يحفظك ودائما بترك قلوبنا كده بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنتعلم منك يا شيخ محمد ربنا يحفظك يا دكتور مصطفى وسبحان الله وسبحان الله كان الحسن البصر يكون عجبا لجبل أو لجزع نخ ليحني للنبي صلى الله عليه وسلم وكلوب لا تحني للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني جزاك الله خيرا يعني ربنا يبرك فيك دكتور مصطفى ونسألك الدعاء لنا بالشفاء وتفريج الهم أسأل الله أن يتم شفاءه عليك وعلى من عندك يا رب العالمين وأن يفرج قربتك وأن يجمعنا وإياك على خير طاعة وحب في الله عز وجل اللهم أمين بارك الله فيك في الشيخ محمد وفيكم بارك دكتور في القناة كلها والقائمين عليها كذاك الله خيرا إن شاء الله إما تتعافى كده لازم نقعد نسمعك بقى في البيوت الله يحفظك أشرف لما كن في حلقة مع حضرتك والله لا أنسى هذه الحلقة أبدا على رأس يا أستاذنا ربنا الله يحفظك أزاك الله فتقبل الله مننا ومنك شيخ محمد علي داعية جميل رقيق وكلو حلقاتنا في الصحة والجمع دعوله بالشفاء وتفريج الكرب يرجعتان إن شاء الله إلى دعوته وإلى منبري يا رب العالمين عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه النبي يركب الدب حصان أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل معاملة الناس المتكبرين حاشاه عليه الصلاة والسلام ما يختصش بدب الوحد ويركبها لا يركب حد وراء يوصله عليه الصلاة والسلام حالة من التواضع يعني ممكن تحصل مع أي حد لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق يركب حد وراء هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مش مرة ولا اثنين ولا تلاتة هتلاقوها في روايات كتير هقول الروايات دي بسرعة لشن تبين مدى احتياج الكائنات كلها لقلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورحمته عليه الصلاة والسلام بيقول أردفني رسول الله خلفه ذات يوم فأصر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل لا يدال فيه عليه الصلاة والسلام إذا أرد أن يقضي حاجته قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار النبي دخل حائط حائط ده مش حيطة يعني حائط يعني بستان مزرعة المزرعة دي لواحد من الأنصار أول ما النبي دخل الجنينة دي أو المزرعة دي في جمل كان فيه شاف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جمل الرواية بتقول كده فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام جمل حيوان دب لا تعقل لا تعقل مين ده احنا احيانا كتير بنبقى احنا اللي نعقل لما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قال الرحمة الرحمة جات لي الحنان جات لي شوف الرواب تقول ايه فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حنى وذرفت عيناه الحيوانات ممكن تبكي زي البنى ادمين طبعا لها مشاعر طبعا الجمل هو حنى لما رأى رسول الله وذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام بكى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هنا موضع الرحمة كلها هنا الحنان كله هنا الرقة كلها هنا محمد صلى الله عليه وسلم ضرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم جمل يعني واخد باله لا فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه طبطب عليه ومسح عيونه وجلده فسكت يعني استقر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وصلت والنبي فهم أن الجمل ده تعبان وشأيان وبيبكي صحبه تعبه في الشغل فملأش زي قلب النبي وكان دي فرصته أن يشتكيله والدموع دي رسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي سأل من رب هذا الجمل يعني مين صحبه من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل السؤال مرتين يعني كأن النبي فزع وزعل على بكاء هذا الجمل فجاء فتى شاب من الأنصار فقال لي يا رسول وبتاعي الجمل ده بتاعي أنا فقال أفلا تتق الله في هذه البهيمة أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يعني الجمل ده فإنه يا على الكلمة فإنه شكى لي هو الجمل نطق؟ لا مش مهم ينطق النبي بيحس بمشاعر حتى الحيوانات بمجرد الدموع اعتبرها شكوى وفهمها رسول الله فإنه شكى لي أنك تجيعه وتدئبه بتشيله فقطاته أقولك إيه عن النبي طيب هنقعد نتغزل في النبي على السلام بس كده كتير ونفضل إحنا بقسوتنا وبغلزتنا وبزعلنا من بعض وبشدتنا وبعنفنا ينفعش ليه ما ينفعش؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا شفتوا النبي اللي أنا أرسلت لكم ده هذا النبي العظيم بتحبوه؟ شفتوا الرحمة اللي أنا خلقته عليه عليه الصلاة والسلام كل الأخلاق الطيبة طيب أنا عايزكم تمشوا وراء قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للعايز ربنا بقى لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة